طيب طبيس النادي الاهلي تحرك حالا من فندق الاقامة الى ملعب المباراة زي ما قلت لحضراتكم دائما ما بنكون موجودين مع حضراتكم علشان نقول لكم كواليس ما يحدث في فندق الاقامة وفي طريق الوصول الى استاد القاهرة هذا الاستاد التاريخي الذي شهد على كثير جدا جدا من بطولات الاندية المصرية طبعا وعلى رأسهم النادي الاهلي بدأ تحرك اللاعبي النادي الاهلي من فندق الاقامة الى استاد القاهرة اعتقد قاعدين في التجمع الخامس هيروحوا على استاد القاهرة ان شاء الله نص ساعة او يمكن اقل من نص ساعة النهاردة الطرق جيدة ان شاء الله يكونوا متواجدين في معاد يتيح ليهم ان شاء الله ان هم يكونوا على اتم الاستعداد ويسخنوا بطريقة جيدة كل الامور الحمد لله ماشية بشكل جيد كابتن سال عبد الحفيز ما يضبط الامور الادارية ان شاء الله ريني بايلر النهاردة يكون في اقصى تركيز ليه وهو اتفرج على الفريق والحقيقة عجبني جدا التعليمات او التصريحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة وتكلم على ان المدير الفني لمسيماني المدير الفني لنادي سانداونز دائما ما يكون او بيتكلم على ان النادي الاهلي الافضل دي حقيقة طبعا ولكن هي ايضا تصريحات تنويم مغناطيسي زي ما حضراتكم عارفينه زي ما بنقول لحضراتكم دائما هي تصريحات للتنويم المغناطيسي لمسيماني المدير الفني لنادي سانداونز وريني فيلر قابل هذه التصريحات وايضا قال ان فريق سانداونز فريق جيد جدا وصل لانهاء البطولة خد البطولة في الفترة الاخيرة وبالتالي هو ايضا يعلم قوة فريق سانداونز بشكل كبير جدا جدا وفريق سانداونز فاز على النادي الاهلي في الموسم الماضي بنتيجة كبيرة في بريتوريا ولكن ان شاء الله لن يحدث مرة اخرى هذا الموضوع ان شاء الله لان انا متأكد ان كل اللعابين مش ممكن يبقى الحضراش على العيب تاني النهاردة او في المباراة القادمة برا حالتهم الطبيعية